حصروا في منازلهم لخمسة أيام وحين خرجوا فجأهم مخلفة الحرب على أحيائهم فقد كان الدمار واضحا على كل المباني وأثر السلاح الثقيل باديا عليها أما أولئك الذين تركوا سياراتهم أمام المنازل فقد فقدوها ومع قسر مدة الحرب في أحياء صنعاء بين طرفي الانقلاب مقارنة بمعارك أبعد عن هنا إلا أن الأثر كان أكبر فقد تحدثت الأمم المتحدة عن ما يزيد عن مئتي قتيل لم تحدد هويتهم كما تحدثت عن متصلين لم تتمكن من الوصول إليهم وإنقاذهم وربما ماتوا قبل أن تتوقف المعركة ورغم أن ميليشيا الحوثي حرصت على تغطية أحداث ما عدته نصرا إلا أنها لم تذكر أولئك الذين قتلوا في بيوتهم القريبة من أرض المعركة مع أن دماءهم وملابسهم المدنية ظهرت في تقاريرها لن يحصل المتضررون من المدنيين في هذه المعركة على تعويضات والأرجح أنهم لن يجرؤوا على مجرد الحديث عنها أو القول إنهم ضحايا موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر